السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم من جديد في حلقة جديدة من فانتاكتيك حلقة اليوم هنتكلم عن الهلال وتسكيلاته التي أضاف فيها أربع من اللاعبين المميزين جدا جدا من أندية الدوري الممتاز نتكلم عن حارس مرمى، ثلاثة لاعبي خط وسط، إمكانيات اللاعبين ممكن تكون مميزة جدا عندنا برضو بعض الكلام عن بعض اللاعبين في صفقات الهلال نتكلم عنها بشيء من التفصيل، نتكلم كمان عن كيف حضيف اللاعبين الأربع ديل في خانات خط الوسط وعندك العديد من اللاعبين الموجودين، عندك إعارات حديق، كيف حيتم التعامل مع هذه الملفات المهمة جدا جدا نحن نتكلم عن كل شيء في هذه الحلقة، بذكرك أننا الأيام دي عندنا حاجة اسمها لايك الدعم لازم الفيديو شافوه 10-15 ألف، نلقى أقل حاجة 7-8 ألف لايك أقل شيء أدعمون الفترة دي لأنه فعلا بنواجه مشكلة حقيقية في القناة واللايك والحاجة الوحيدة لحضر خلينا نطلع من هذه المشكلة، ولو عندك أي رأي ما عليك تتبع لنا في الكومنتات وحتى لك الرد بإذن الله سأبدأ معكم الحلقة نعلق على حاجة مهمة جدا خاصة بنادي الهلال والكشف الممكن حيقرب لأكثر من 40 لاعب في الفترة الجاية من الإضافات الموجودة في الدور الممتاز حاليا أربع صفقات من الإعارات الممكن رجعت للنادي، بنتكلم عن شيخه، بنتكلم عن صامويل، بنتكلم عن منا وممكن جيدة تكون في الصفقات تانية حاليا تايها من ذهني بنتكلم عن لاعبين موجودين حاليا في الكشف ما بيقدم ولا بياخروا ولا بيشتركوا في المباريات ولا حتى المدرب معتمد عليهم ولا أسمعنا إنه في عارة ولا حتى فيه إنها عقود ولا حتى فيه بيع فالعملية أعتقد إنه حاليا مجلس إدارة نادي الهلال مع الجهاز الفني أعتقد إنهم حاليا في مرحلة صعبة جدا جدا في عملية اختيار اللاعبين أو غرب بلدة الفريق مع الإضافات الجديدة التي أضافوها في الفترة الأخيرة حاب أتكلم على طول إنه في الفترة الجاية سنعمل حلقة خاصة بمنلحي يستحق إنه يطلع من النادي في التوقيت تحديدا مع الإضافات الجديدة حتى اللاعبين المعارين سواء كان شيخه أو حتى إسكندر صامويل أو حتى منا هم راجعين من إعارة شوف مع الموجودين بشا بوي نتكلم عن محمد موسى الضي نتكلم عن عديد من اللاعبين نزر حامد عديد من اللاعبين الموجودين في كشف الهلال نشوف منه من اللاعبين دين يستحق إنه يغادر الفريق في التوقيت ده تحديدا نحن عمل لها حلقة خاصة الآن حاب أتكلم على طول في الصفقات الجديدة الخاصة بنادي الهلال حنبدأ على طول بصفقة حي الوادي نيال اللاعب مبارك عبد الله اللاعب اللي يمكن أضيف في فئات الهلال السنية اللي هو فئة أقل من عشرين سنة في فئة الشباب اللي هو حيشارك مع الفريق الأول في فئة الشباب ودي حاجة يمكن تكون برضو طوق نجاة بالنسبة للهلال لأنك تمتلك واحد من اللاعبين المميزين بتجيبه حاليا يكون موجود معاك ممكن جدا كان فيه سجال بينك وبين الند التقليد المريخ في ملحى يظفر باللاعب الهلال إدارته حاليا إدارة يمكن تكون مميزة جدا في حسمة صفقات وحسمت رسمية صفقة مبارك عبد الله متوسطة الملعب المهاجم المميز جدا شفناه سجل هدفين في مرمى المريخ وكانت عادلوا معاهم اثنين لاثنين وكانت ممكن من المباريات المهمة جدا خلت المريخ يبتعد من صدارة الدوري أو حتى من المنافسة على الدوري فبالتالي واحد من اللاعبين المميزين في عمره ده في سن ده ويشارك بالمستويات الكويسة على مستوى الفريق الأول في حياته دينيالة واشترك حتى في النصة الثانية بس من الموسم مع المدرب أميرة بوجاز بالصفقات الممكن تكون انت كمشجع هلالي ما متحمس لي أو حاسي انه لا لسه الهلال ما وصل لدرية انه يتعاقد مع اللاعب المميزين أنا بقول لك انه حاليا الصفقات الموجودة دي هي اهم الصفقات الموجودة على مستوى الدوري الممتاز وهم اللاعبين الممرزين بشكل افضل على مستوى مباركة الدوري الممتاز الصفقة الثانية اللي هي جمعة قلق متوسط ملعب نادي الأمل عطبرة واحد من اللاعبين المميزين جدا بلعب في خانة محور الارتكاز وده كان اختيار مباشر من ريكاردو فرموسيل انه عايز اللاعب دو حاليا جمعة قلق من لاعبين الهلال واحد من اللاعبين المميزين جدا 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 ممكن تشوفه عادي جدا مدرب اختار لاعب معناها بشكل نهاي وارد يكون اساسي في كل مباراة التحضيرية والاعدادية وممكن جدا تشوفه في واحدة من المباراة الافريقية يشارك بشكل اساسي الهلال فعلا بحتاج لمحور زي جمعة قلق اللي بيقدر يعمل ليك يكون مستخلص وفي نفس الوقت تطلع بالكورة في الضغط العالي فممكن جدا يشكل ثنائية ممتازة جدا جدا مع بوكباو حتى مع صلاة عادل فبالتالي صفقة كانت مميزة جدا والاهم من ده ما الشي اللي عاجبناه على مستوى الشخصي المدرب هو اللي اختاره من نادي الامل عطبرة الصفقة الثالثة هي صفقة حارس مرمى نادي الاهل شندي بعد ما اسمعنا كلام كثير جدا وخلاص صلاة عدريس بشكل رسمي خلى اللاعب يكون موجود مع اهل شندي وحيجد التعاقده مع اهل شندي وخلاص رضاه بمبلغ مالي كبير جدا شوفنا الهلال حسم الصفقة بشكل رسمي وحارس اهل شندي زحاق ادم الحارس الدولي موجود حاليا في كشفات نادي الهلال ودي واحدة من الحاجات المميزة جدا زي ما قلت لكم من شوي ادارة نادي الهلال شغالة بشكل ممتاز في حسم الصفقات بتحاول دايما يعني بيحسموا معاك وبخلصوا معاك على طول ممكن في مكالمة وحتى في جلسة او اتنين بتلقى نفسك انت موجود في النادي ازا كان الوجهات النظر قريبة من بعض بتلقى ان الصفقة مشت لخطوة متقدمة وانت بقيت في كشف نادي الهلال لو راتكلمنا فنيا عن حارس الاهل شندي حارس اتصل لانه يكون في المنتخب الوطني اكيد حيكون من اميز الحراس الموجودين في الدورة الممتاز ودي حاجة كويسة بالنسبة الهلال في انه حارس اه منتهي عقده يخلص معه هو بس ما في اي ترتيبات مالية بالنسبة الاهل شندي يتخلص بس مع الحارس الحاجة التانية حارس دولي الحاجة التالتة يمكن جدا يجي يشارك مع الهلال او حتى يعمل يرفع نسب التنافس على مستوى حراسة المرمع مع ابو عشرين ومع الل اللي هو اه كديابة او حتى مع الحارس التالت حارس للشباب اللي هو حاليا في الفريق الاول هو ابوية اكيد الهلال حاليا بيمتلك اربع لاعبين في حراسة المرمع على مستوى عالي جدا جدا الشي اللي لم حيرني كيف هيكون الاربع حراسة الموجودين في كشف الهلال يشاركوا وكمان يكونوا يعني بعتبروا مبسوطين ما في اي مشاكل وفي نفس الوقت يتحافظ على الرتم بتاعهم في كل المباريات وعندك حارس عملاق زي ابو عشرين بيشارك في كل المباريات سبا كان على مستوى المنتخب او حتى الكاس او حتى الدوري او حتى البطولة الافريقية فبالتالي انت كيف تقدر تعمل اللي هو التوازن في المشاركات على مستوى الدوري وحتى كمان فنيا بتحفظ اللي هي الرتمة العالي بتاع مشاركة الحراس فبالتالي دي حاجة مهمة جدا فيه الهلال ممكن جدا ابحث عن انه ياخذ يعارة واحد من الحراس الاثنين سواء كان اللي هو كديابة حارس الموردة السابق وحاليا في الهلال او حتى حارس الشباب اللي يمكن حاليا رفعوا الفريق الهول اللي هو ابو جا واحد منهم لو قدروا يقوله فريق انه يمشي يشترك معه وعتقد انه ممكن تكون ضربة معلم في انك تتحاول تديه على يكون مشارك مع الفريق الثاني على مستوى الدور الممتازة وحتى البطولات اللي هو بيلعب فيها زي حي الوادي او حتى زي لامة العطبرة وحتى زي هلشاند الانديل بتحاول دايما تكون في المراتب الاولى فبيجيك بجرعات تكون كويسة جدا من المشاركة افضل بكتير من يكونك حارس ثالث او حتى حارس رابع موجود على دكة البودلام وعارفين انه عدم المشاركة الكتير ممكن جدا يخلي حارس بعيد عن مستوى ويوم ما تحتاج ليه وحتى تلقاه انت بلا اي مستوى ممكن ينفعك في المباريات الصفقة الرابعة هي صفقة اللاعب حسن متوكل لاعب المنتخب الوطني الأولمبي والشباب وكمان بنتكلم عن انه كان فيها هلشاندي وانتقل لنادي المجندل او المجزل السعودي في الدرجة التانية فبالتأكيد هي الصفقة كان ممكن اكون مبسوط بيها اكتر في ان الهلال حيستفيد من اللاعب على مستوى عالي جدا لو كانت قبل سنتين او ثلاث سنوات حتى لو سنتين كان ممكن لان الوقت داك اللي احنا كلنا كجمهور سداني كنا بشوف اللاعب بشكل بشارك عفوا بشكل راتب مع المنتخبات الوطنية سواء كان اولمبي او حتى شباب حاليا ما اعتقد انه في جمهور سداني كان بيتابع المجزل او حتى الجندل السعودي في دور الدرجة التانية وامتابع ليهو وكمان حتى رتم المباريات هناك في دور الدرجة التانية السعودي يجي يشارك مع الهلال ويحجز مكان او حتى يعمل عمل مميز جدا جدا ما اعتقد انه في صفقات خاصة بالدوريات السعودية من اللاعبين الموجودين في الدوريات السعودية الدنيا على مستوى الدرجة التانية او التالتة جل هلال ونجحه شفنا قبل قده ما اعتقد انه كان سهيب السعلب ما اعتقد انه نجحه حاليا اللي هو اللاعب حسن متوكل. حسن متوكل تشوف امكانياته على مستوى الفيديوهات الموجودة في يوتيوب او حتى في كل منصات التواصل اتماعي تحسن اللاعب مميز جدا وموهوق جدا جدا وبيعرف يشتغل على مستوى خط الوسط في الهلال وحيضيف حاجة نوعية على مستوى خط الوسط اللي هي اضافة اللاعب اللي بيقدر يمسك الكورو ويقدر اعمل صناعة اللاعب ويقدر اعمل لها تخد وفي نفس الوقت بيخلق ليك التوازن على مستوى خط الوسط في اللمسة الفنية اللي هي محتاجة الهلال. لكن السؤال اللي بيطرح نفسه هل ده مستوى حسن متوكل بتاع الليلة ولا بتاعقب الصناتين? وهل ده مستوى الزمان لما كان بيشارك مع المنتخب الوطني السوداني الاولمبي او حتى الشباب ومشاركاته فيها ضغط عالي ما بين هنا وهنا فهو كان جاهز فنيا اليوم هل ده هو مستوى الحقيقي الموجود معه في الدور السعودي دور الدرجة التانية ولا لا. المستوىات ممكن تكون مختلفة تماما بين دور الدرجة التانية السعودي والهلال. هلال بيشارك افريقيا بالتأكيد الضغط فو عالي جدا جدا. انت ممكن جدا تسجل في الهلال وتكون اللاعب رقم واحد وثلاثين في ترتيب الاهمية بالنسبة المدرب. عادي جدا انا الوسيلة ممكن يلبس الفنيل وبجأ لعب عادي مع الهلال وهكون موجود بس. ما انا في نهاية في كشف الهلال. لكن الهمية بتجي في انك كلاعب كيف تجي تضيف على مستوى خط وسط الهلال الهجومي في انك فعلا تخلق الفارق. وتصنع الفارق. فدي الحاجة المنتظر لكل جمهور الهلال. ودي الحاجة المنتظر اعتقد مدرب زي ريكاردو فرموسينو. والصابقة دي انا على مستوى شخص شايف انه ريكاردو فرموسينو ما عنده علاقة بيها. ولو وروا الفيديوهات على سنها قبل شهر بتكون دي مصيبة كبيرة جدا. الشيء اللي بتمنى هو انه فعلا يكون حسن متوكل محافظة على الريتم محافظة على مستواه. وفي نفس الوقت عنده الرغبة انه يقدم نفسه بشكل افضل. وعنده الرغبة انه يتحمل اكتر انه يقعد موسم كامل ممكن ما يشارك ولا حتى في السودان في سب ضدعين. ضد سب ضدعين. فبالتالي انت كيف تخلق لتوازن لنفسك? تقتنص الفرصة اول ما تجيك تقتنصها. وفي نفس الوقت تكون جاهز على المستوى البدني والفني والذهني انك تشارك. الدول السوداني مختلف تماما. الهلال برضو مختلف تماما من اهل شندي. قبل شاركت في اهل شندي عملت مستويات كويسة. لكن اليوم بتشارك ضد مع الهلال. بالتأكيد عندك جمهور كبير جدا منتظر انه يشوف حسن متوكل اللي عنده اللي عندهم عن مصورة ذهنية كات كويسة جدا على مستوى المباريات الخاصة بالاولمبيا وحتى الشباب. عايزين يقدم نفس الكلام في خط الوسط اللي هو خط الوسط الجامد بالنسبة المافي ولا لمسة فنية. فحسن متوكل يخش مع عبدالروف. انا اتمنى انه حسن متوكل يكون جاهز فعلا انه يشارك مع فيه حاليا مع الهلال. درشي لنا بتمنى ولكن اتمنى انه كان الصفقات كانت تكون اللي هي بيدراي اكبر من كده هي كصفقات كلها. لو جينا قيمناها بشكل عام بقول لكم صفقات الموسم الفات كنا نسك الناس كلها كجمهورة الهلال خايفة انه يكون الصفقات غير ناجح وجات هي بيقات اساسية في الفريق. فالليلة بنتكلم عن اربع لعبين. الاربع لعبين هم ممعروفين سواء كان لعب على مستوى منتخب وطني او حتى موجودين على مستوى التنافس في كل انديتهم اساسيين وحتى بقدموا في اسهامهم بشكل واضح. فالصفقات اعتقد انها صفقات جيدة جدا 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 مع ريكاردو فرموسينو حيتم استخدامه بشكل افضل. اكتب لي اراكم اسفل هذا الفيديو عن كل شي خاص بهذه الصفقات وتواقعاتكم لها في الفترة الجاية. وزي ما وعدتكم هنتكلم عن حلقة في حلقة خاصة عن كل اللاعبين الحي غادروا كشف الهلال في الفترة القادمة. ما تنسوا اللايك بتاع الدعم. نحن في عندنا حاليا زي قصة كده خفيفة خاصة بالقناة ومحتاجين اللايك بس في الفترة دي تحديدا. انا شاكر ليكم كتير. ان شاء الله لي من تعملوا الامين. شكرا لكم.